جوز كلامة زيادة اللي كنت احكيلك عنه ايام المظاهرات بالريف ياللي كان معروف بهتافاته الحامية اي 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 تذكرته كيف مات؟ عم يقولوا انه فيه ناس مجهورين قواسوا عليه وهربوا العمى يعني اختالوا اغتيال؟ ايه والله هيك يبدو لا حول ولا قوة الا بالله ليش هو وين كان؟ على هو ما عم بقره بطريقه الرجع عم من شغله لبيته صادوا لا قصدي بقانو منطقة والله ما بعرف بالضبط لانه هو تهجر مع اللي تهجروا من اهالي الريف لمناطق الشمال فما بعرف وين اخر شي استقر قلتلي استقر؟ ليش فيه سوري داع الاستقرار من سبع سنين ونص لهلا؟ لك اللي حارقلي قلبي انه من كم يوم كنا عم نحكي مع بعض وقاللي انه قلبه مقبوض ومانه مرتاح اول مبارح كان منازل بوست على الفيسبوك انه الموت عم يختار الناس الشرفاء والمناح اللي قلبهن عالثورة تقول قلبه حاسه؟ تتذكر يا رفيه ابو مصطفى اللي كمان انقتل بنفس المنطقة من كم شهر؟ اي اي تذكرتو هاد المصوري اللي كان يوسق ايام الثورة بيوم بيوم بمدينته شفتنو فيديوهات كتير بعد ما قلتلي عنو بس يا حسرتي ماصر لي اني قلت اي فيه؟ هذا الزلمي كان اخر بوست قلو انه نحن ولاد الثورة عم نروح واحد واحد وهالثورة ما عاد ينقال عنا غير انه يتيمي تصدق اشعر بدني انه عن جد تقول حاسيس؟ والله مع كل اخسارة من هدول قلبي عم يحترق ايه معناها ترك هالفيسبوك من ايدك قوم نفكر نعمل لنا شي شغلة مشان نخلد اسمه ذكره هالشباب ونكمل من بعضهم لحق معيك لعمة شو هاد؟ لك يا رطيف شو هاد؟ خير خير شوفي مين مات كمان؟ لك لا 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 ما مات بس هاد رفيق مروان كاتب بوست انه انتم السابقون ونحن اللاحقون وكاتب بين قوسين وماننا مطولين وليش انت كل هالقات خفت؟ لك شو ليش هيك خفت؟ ما سمعت البوست اللي منزله؟ هاي ما صر له عشر دقايق منزله لك الله يستر الله يستر من شو والله ما فهمت عليه؟ يا عمي جوزيف هاي البوستات اشارة وانا ما عد قدرت اتعامل معها غير على ان اشارات ممكن تجي بعد خسارة كبيرة بتعرفي؟ لازم اتصل فيه وقل له يدير باله على حاله لازم حاكي بعديلي هيك جوزكالان